السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيك بارك الله تفضل هل اقامة صلوة دقاءة العزاء والاجيان دقاءة يقرأ بأجل من المصارح المرسلة وجزاك الله خيره لا وجزاك الله مثلا الأمر لا بد أن نبين أمرا وهو أن التعزية مشروعات بالإجماع هذا أولا ثانيا أن التعزية لم يكن لها رسم معين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنت على المتيسر إن شئت في الطريق إن شئت عند القبر إن شئت في البيت على المتيسر ثالثا أنوه على أن حديث كنا نعد الإجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث لا يثبت عن النبي معلول حديث يريب بن عبدالله البجلي معلول ربعان إن تعزية أو خمسة بهيئتها الموجودة هذه الصورة دقاءة لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أما أنها مصالح مرسلة أو مرسلة يعني لا نستطيع أن نقعد لها قاعدة بالتجويز لأن أحيانا يأخذنا من أموال اليتامة لإنشاء هذه الصرادقات فنستطيع أن نقول إن مثل هذه الأمور لا نستطيع أن نقطع فيها بالتحريم والاقتصاد فيها أولى والله أعلم شكرا